يقول نيلسون مندلا رئيس جنوب افريقيا السابق في مذكراته بعد ان اصبحت رئيسا طلبت من بعض افراد حماية التجوال معي داخل المدينة مترجلين دخلنا احد المطاعم فجلسنا في اماكننا وطلب كل منا ما يريده من طعام في الوقت الذي كنا ننتظر العاملة ان يحضر لنا الطعام وقع بصري على شخص جالس قبالتي ينتظر بدوره ما طلبه قلت لاحد افراد حمايتي اذهب الى ذلك الرجل واطلب منه ان يأتي ويشاركنا الاكل على طاولتنا جاء الرجل فاجلسته بجانبي وبدأ كل منا في تناول غذائه كان العرق يتصبب من جبينه ويده ترتجف لا تقوى على ايصال الطعام الى فمه بعد ان فرغ الجميع من الاكل وذهب الرجل في حال سبيله قال لي حارس الشخصي الرجل الذي كان بيننا تظهر عليه علامات المرض فقد كانت يداه ترتجفان ولم يستطع الاكل الا النذر القليل فاجبته لا ابدا ليس كما ظننت هذا الرجل كان حارسا للسجن الانفراضي الذي كنت اقبع فيه وفي اغلب الاحيان وبعد التعذيب الذي يمارس علي كنت اصرخ واطلب قليلا من الماء فيأتي هذا الرجل ويقوم بالتبول على رأسي في كل مرة لذلك كان يرتعد خوفا من ان اعامله بنفس ما كان يفعل معي فاقوم بتعذيبه او بسجنه لكن ليست هذه اخلاقي فعقلية الثأر لا تبني دولة في حين عقلية التسامح تبني امم في حين عقلية التسامح تبني امم